مرحبا انا الدكتور سلامة بعرقوب اقتصاصي المعالجة التحفظية وهنحكي اليوم انه لما نعمل تقويم امتى منحتاج لخلع الاسنان اول اشي مبدأ عمل التقويم او طريقة اللي بنعمل فيها التقويم انه احنا منصفط الاسنان ونرتبهم داخل الفم بطريقة معينة هلا مرات ما بيكون عنا فراغ او مسافة كافية انه نحرك الاسنان براحتنا او عدد الاسنان الموجود اكبر من حجم الفك او في اسنان مطمورة ما الها مكان داخل الفك فمشان انه نحفظ او نحصل هاي المسافة مشان نزبط الاسنان او نلفهم او ننزلهم من داخل الفك للفم نحتاج انه بدنا مسافة فهاي المسافة بنحصل عليها عن طريق خلع الاسنان وغالبا بيكون الخلع في الاسنان اللي هم الضواحك اللي هم امام الطواحين وخلف الاسنان الامامية بالنهاية نصيحتي لكم تزوروا الطيب باستمرار تحافظوا على نظافة اسنانكم وتحاولوا تحلوا اي مشكلة بتصير معكم بأسرى وقت لانه كل ما المشكلة تركناها واخدتوا وقت اكتر علاجها بيكون اصعب وتكلفتها بتكون اعلى وسلامتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر